السلام عليكم . فبالتالي صار البيهيفير لإله شبيه للماء وبسبب صيغته الكيميائية فهو ايضا شبيه للالكان فبالتالي البروباريتيز لإله انه هو انترميديات بهيفير بتوين موتر اند الكان تصنيفاته بتصنى في برايماري سيكندري تيرشيري بناء على شو بناء على عدد الكربونات اللي مرتبطة بألفا كاربون شين ألفا كاربون؟ ألفا كاربون هي الكربونة اللي مرتبطة فيها الـ OH Direct فهذه الكاربون عشان فيها OH Direct بحكي عنها ألفا كاربون إذا ارتبطت فيها كربونة واحدة بقول عنها برايماري إذا ارتبطت فيها كربونتين بقول عنها سيكندري إذا ارتبطت فيها ثلاث كربونات بقول عنها إيش تيرشيري هلأ التصنيف التالي اللي هو منوهايدرق دايهايدرق tetrahydry بناء على شو بناء على عدد الو اتش الموجودة في صيغة الالكوهول يعني عندي سي اتش ثري سي اتش تو سي اتش او اتش هون و او اتش هون هذا الكوهول بسميه ولكن كيف بصنفه بناء على انه هون في او اتش هون في او اتش تنتين بسميه veterans healthy alcohol اذا كانوا ثلاثة بسميهم tetrahydry 제품 واحدة منوهايدرق اذا كان اكتر من ثلاثة اربعة وفما فوق بسميه بولي هايدريك بدي تعرف الالكوهول الالكوهول اصلا بدي تعرف انه كالرلس وهو ممكن يكون او ميسيبل بثووتر كيف بدي اعرف الالكوهول هون مقصود فيها هي الالكوهول اللي بيكون فيهم عدد الكربونات قليلين يعني من واحد لثلاثة هاد بيكون ميسيبل اللي من اربعة وخمسة بيكون بارشي ميسيبل يعني مش كتير ممكن انه يفصل وممكن عند درجة حرارة عالية انه لا عادي او يعني حسب ولكن اللي اكتر من 6 هاد اميسيبل ودايركت بفصل لتولاير تمام هلا بدي ياكم تعرف كمان خاصيتين كلما زاد عدد ال او اتش بالالكوهول بيزيد دائبيته بالماء طب ليه او شو السبب بسبب انه انا لما يكون عندي فرضا نعتبر وعندي هاي مو اتش هاي كمان او اتش انا لما يكون عندي ثلاثة او اتش هو بالتالي قادر على انه يكون هيدروجين بوندك كبيرة مع المي فهاي رح تكون واحدة وهي واحدة وهي واحدة فبالتالي هو ممكن يدوب فيها يعني ممكن انه فرضا يكون عبارة عن اربع كربونات هيك تمام وهون فرضا في عندي او اتش وهون او اتش هون او اتش ممكن انه يكون دايب مية بالمية بسبب وجود هدول ال او اتش فاهمين كيف فكل ما زادت ال او اتش هاي انكريز السوليوبيليتي بتزيد وكل ما زادت التفرعات برضو السوليوبيليتي بتزيد يعني هلا في التجربة الاولى هون خليني احكي عنها بالفيديو العملي رح تعملوا اربع الي هو العبارة عن ايثانول الي هو كربنتين هذا ضائب مية بالمية بالمية رح تعمل عن وين بيوتانول هدا غير بال Belm journey الف Marg ورح تعمل عن بيوتانول قد غير زائب ال انه عبارة عن اربع What تفرع واحد ولكن رح تعملوا كمان التجربة على هذه ال الالكهول تمام تعمل هيك يكون GH3 Hart وهون OH مع انه اربع كربونات زي الي breath هذا البيوتانول غير ذائب مع انه اربع كربونات ولكن هذا هاي اذا بتعدوهم اربع كربونات ولكن رح يطلع معكم ذائب شو السبب بسبب انه هون فيه برانش كتير يعني فيه تفرعات كتيرة فبالتالي يعني انه بيدوب فبدياكم تفهموا انه كل ما البرانش عم بزيد كل ما السوليوبيليتي عم بتزيد تمام وفيه كمان شغلة بتأثر برضو على السوليوبيليتي اللي هي الموليكولا رويت طبعا يعني انا شرحتها فوق اللي هي عدد في الداخل كنت قانência ثلاثة والكربونات كل ما انه قلت الماسبل بالواتري تمام فهدا بالنسبه للتجربة الاولى التجربة الثانية اللي هي الاسيديتي والبيسي ستي اذا بترقزوا شوي الالكوهل ممكن انه يسلك سلوك البيس و ممكن انه يسلك سلوك الاسد بالنسبه لشو او اعتماد على شو بالنسبة للقتصاوها........ والالكوهل ممكن انه يكون بيس اذا تفاعل مع اسيد او ممكن انه يكون اسد اذا تفاعل مع بيسهل، هلا رح تأخذوا تجربتين التجربة الأولى هي عبارة عن انه ايش هنا اوكي لما يتفاعل مع البيس الرواتش لما يتفاعل مع بيس لازم يكون متل بيس واكتب زي اللي هي النا تمام لما يتفاعل مع النا رح تلاحظوا انه عادي رح يتفاعل معها ولكن هاربما انها سترونج بيس كتير قوية الالكوهل رح ياخد دور الاسد فبالتالي هو رح يكون طبعا هون الميديا ايش بتكون ممكن تسألكم عنها رح تكون basic media بسبب وجود strong base هون تمام والناتج رح يطلع بدي تركزه كتير منيح انه hydrogen gas رح يطلع تمام وهون اصلا هادي ما بتعملوها التجربة فقط يعني على الفيديو العملي ورح يطلع زي bubbles تمام اصلا هي كتير حارقة والNA اصلا اصلا انها مكتوبة هون الNA بحفظه داع يعني تحت البنزين وبغطي حتى نفس الازازة اللي موجود فيه بتكون هي dark يعني ما بتدخل الاضاءة عليه بسبب انه هو متفجر تمام فالNA يعني هو اصلا يعني ما حتعملوا تجربته بسبب انه متفجر فهو الاشي القليل منه اذا حطيتوه مع الالكوهول رح يعمل انفجار كبير فبالتالي ما بتعملوها بس انه بتكونوا فاهمين وهذا بس رح تكتفوا فيه كنظري يعني وبتكون تعرفوا انه المعادلة اللي لائلو طبعا التو هدول هم عبارة عن موازنة عادية عشان اللي هي بتطلع اتش تو يعني ما او ممكن اذا ما بتكم تحطوا هاي التنين انه تكتبوا نص اتش تو فاهمين كيف ولكن عادي هاي بس للموازنة و بتكم تعرفوا المعادلة او بتكم تكونوا فاهمين انه الريت اوف ري اكشن للالكوهول انه يعني الاثانول او اللي مسلا بيكون برايماري اسرع من السكندري واسرع من التيرشيري هون تمام طبعا رح نستخدم بهذه التجربة ابسوليوت ايثانول شو يعني ابسوليوت ايثانول المية بالمية ايثانول يعني غير مخفف ما بيكون انه مخفف بمي اذا ممكن انه يعني فيه اغلب التجارب رحستخدمه تمانين بالمية ايثانول بالتاري هاد بيكون مخفف الابسوليوت لأ مية بالمية ايش اه يعني ما بيكون مخفف بمي اه طبعا اه بدي احكي لكم لش بدنا نستخدمها بسبب انه اذا كان مخفف بمي لما نحط عليها الان اي الان اي رح تتفاعل مع الماء وما تتفاعل مع الاسد بالتالي ما رح يزبط التفاعل فهمتوا فهون بيحكي لك انه لازم انه نستخدم الابسوليوت ايثانول because if water was present it will react with in a بدل من الار او اتش فهاي مهم انكم تعرفوها هلا الرياكشن واذ اسد انا دائما عندي لما اعمل ار او اتش مع اسد كحول واسد دائما اش بعطيني ايستر واسمي العملية ايسترفيكيشن وكمان بتكم تعرفو هون انه بيعطيني هكا هون بهذه التجربة رح يعطيكم تقريبا ريحة بتشبه ريحة الخل ولكن رح تعمل تجربة لقدام ريحتها حلوة ولكن الايستر دائما بتكم تعرفو انه ريحته مميزة او الو رائحة مميزة وين مكتوبة او هاي هون مكتوبة انه الو رائحة مميزة دائما الايستر بتكم تعرفو بتكم تعرفو اسم التفاعل اللي بيعملو اللي هي استرفيكيشن وبس انه الالكوهول واذ كاربوكسلك اسد الالكوهول بسلك سلوك القاعدة والميديا بتكون اسدك ميديا تمام مش كتير مهم انكم تعرفو هاي التجربة الايودوفورم تيست الايودوفورم تيست هو عبارة عن ايش عبارة عن تيست بعمله لحتى اكشف عن اشي اسمه مثل كيتون شو يعني مثل كيتون مثل كيتون هو عبارة عن مثل جروب اللي هي مرتبطة بسيدة بالبوند أو هاي بسميها مثل كيتون هاي المثل كيتون وين موجودة موجودة بالالديهايد وبالكيتون الالديهايد هيك صيغته والكيتون هيك صيغته تمام انه الر انا بحط مجازا انه CH3 تمام هلا هون بحكي لك انه الايودوفورم تيست انا بعملها المفروض انها تطلع بوزيتف مع اي اشي بيحتوي على هادي الجروب تمام وبرضه بيطلع بوزيتف مع الايثانون الايثانون اذا بتكم الايثانون اذا بتكم تطلعوا على صيغته الكيميائية هو عبارة عن هيك عبارة عن CH3 CH2 OH ممكن واحد فيكم هلا يجي يحكي انه كيف بيعطي بوزيتف وهو عبارة انه اشي بيكشف عن المثل كيتون بالتالي ما في هذا الجروب الايثانون هلا عشان تفهموا بالضبط انتوا ايش رح تعملوا جوة تجربة رح تجيبوا عبارة اشي عن الايثانون تحطوا بتستيوب تحطوا فوقها يود تمام كمية محددة وتحطوا فوق اليود N-A-O-H بالتالي رح يعطيكم راسب يلو تمام رح يعطيكم راسب لون اصفر او انه الراسب الاصفر هذا بالمادة النظرية فقط مكتوب ولكن جوة تجربة رح يطلع معكم هيك زي مزيج بلون الحليب بلون ملكي تمام فهذا المزيج يعني بيوحي انه بوزيتف التجربة معكم طيب هلا البيهمني انا كيف انه الاثانول بغطي بوزيتف ولكن ما عنده هاي دي جروب هلا بفهمكم لما انا اجي اعمل التجربة حكيت لكم انه بنضيف N-A-O-H وبضيف اليود تمام هلا هذا لما اضيفهم ع بعض بيعطيني اشي اسمه N-A-O-I هذا N-A-O-I هو عبارة عن اوكسيديشن ايجنت هذا اوكسيديشن ايجنت بيعمل لي اكسدي للإيثانول تو الديهايد فالإيثانول هادا بيتأكسد من إيثانول لألديهايد فاذا بتلاحظوا هون يعني هادي ممكن ما تفهموها التجربة بالمادة النظرية كيف الدكتورية شرحيتها هاي عندك اليود وعندك ال N-A-O-H هدول طبعا انت كله بتضيفه عالإيثانول فبالتالي رح ينتج لهذا هذا نت ستيبل ولكن هو اكسيديشن ايجنت تمام هادا الأكسيديشن ايجنت شو بيعمل بأكسد الإيثانول لا إيثانال لألديهايد فبالتالي بيصير عندي أنا هاي CH3C دبل بوند او انا هاي اللي بدي اياها اللي هي الميثل كيتون فبالتالي هيك بعطيني positive لالايودوفور فهمتوا كيف صارت كيف الإيثانول حوى على مثل كيتون هلا ارجع اشحلكم اياها من البداية عشان تفهموها انو هادا الخطوات بتصير على ثلاث خطوات على اكسيديشن هلوجينيشن وهيدروليسز الاكسيديشن شرحتها كيف بتصير انو بأكسد الإيثانول لا إيثانال الهلوجينيشن من اسمها هلوجينيشن اشي عن الهلوجين اللي هم مجموعة رقم سبعة اللي هم الايتو هون لح أستبديلها بايش بالهايدروجين الموجودة بالإيثانال هاي إذا بتشوفوا هون الهلوجينيشن شايفين الإيثانال اللي أنا أكسدتها هون لما أفاعلها برضو ما انتو رح تحطوا excess amount من الايودو تمام فرح يكون عندكم يعني ايودين زيادة انو يتفاعل برضو مع الايثانال اللي رح يتأكسد فبالتالي لما يتفاعل معه بنستبدل هادور الثلاث هيدروجينات باليود فبيصير عنديها يتراي ايودو إيثانال تمام وزائد ثلاثة اتش اي يعني مش كتير مهم ما بذكرينهم مرة جابوا عليه اشي هلا الهايدروليس اخر اشي انو بسبب اضافة الناو اللي أنا ضفتها لاني حكيت لكم رح نضيف ايودينو او اناو اتش بسبب الناو اتش اللي ضفتها الexcess برضو amount منها رح يتفاعل مع التراي ايودو إيثانال وبالتالي شو رح يعمل رح انو يعطيني صوديوم فورميت تمام اللي هو هذا ملح الكاربوكسيليك أسد تمام وهذا رح يستبدل يعني هاي الاي رح تندمج مع المهم بنهاية بيعطيني ايودو فورم هذا لونو يالو يالو طبعا هون موجود كمادة نظرية بالمادة العملية رح تطلع معكم ملكي فما بعرف الدكتورة ايش رح تنتمد بالريبورت بس اتوقع الملكي المفروض انها تعتمد المهم هذا يعني ما بحس مهم بس انكم بيتكم تفهم لما يعمل هيدروليسيز لحمض لملح الحمض الكاربوكسيلي وكمان رح يعطيني هذا الايودو فورم بتحفظوا النصيغته وبيعطيني يالو راسب يالو هلا اللوكس تست اللوكس تست عبارة عن اشي كتير سهل ليش انا بستخدمه لحتى اني اميز ما بين البرويمري والسكندري والتير شري الالكوهول يعني مثلا انتو لما تيجوا تطبطوا عملي احيانا الدكتوريا بتجيب لكم هيك فرضا تستيوب لون المادة تعته شفاف فانتو ما بتعرفوا يعني بتعمل خطوتين فرضا وشكيتوا انه الالكوهول ولكن هي ما بدها بس تحكولها انه الالكوهول بتصنفولها واحد او 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 ثلاث فبتيجوا هون للوكس لوكس هو بميزلكم انه او او ثنائي او ثلاثي ودائريكت بتميز كيف دائريكت بتجيبوا فرضا ثلاث تستيوبات بتحطوا وحادي وثنائي وثلاثي من الالكوهول بعدين بتحطوا فوقي لوكس لوكس كتير 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 مهم انكم تحفظوا صيغته هاي صيغته دائما دائما بتيجي كتابية بديتعرفوا انها زد ان سي التو مع كونسنتريشن ات سي تمام ديلوا بالكم كونسنتريشن ات سي بالتالي لما تحطوا هدول التستيوبات وضيفوا عليهم لوكس التير شريك بسرعة بسرعة رح يتفاعل معه ورح يفصل لتول لير فهمين كيف فإميديتلي حتى هون مكتوبة إميديتلي تير بديتي يعني بصير تولير بسرعة جدا يعني ما بتلح وضيفه لوكس عطول بيفصل لتول تمام هاد بالنسبة للثلاثي بينما بالنسبة للثنائي والأحادي لا بيفصل بهاد ولا بيفصل بهاد طب كيف رح أميز بتحطهم التنين في ساخنة الثنائي بعد ما تسخنوا حوالي خمس دقايق أو ممكن أكتر رح يفصل لتولير بعد التسخين معناها التير شري بدون تسخين بيفصل وعطول بيعطيني صح الثنائي والأحادي ما بيفصلوا بالمرة بدون تسخين بتحطهم في التسخين مين اللي بيفصل الثنائي بيفصل وبيعطيني طولير بعد التسخين الأحادي ما بيفصل أبدا لا بتسخين ولا بعد التسخين فاهمين كيف يتميزوا فلوكس أنا بستخدم حتى أميز أحادي ثنائي ثلاثي عن بعض هون بدكم تحفظوا تاعة لوكس بس أنه صيغته ولوكس لازم أنه يتحضر يعني فريش يكون ما أنه يكون ملف للأشياء اللي بدها تسخين ومش تسخين وهيك مع برايمري نوري اكشن وكلير فيز واتروم تنبريشر برضو ريماين كلير يعني ما بتغير بينما الالكوهول السيكندري أندر تنبريشر يعني تحت الحرارة لا بيعطيني طولير تمام إنه بتسخنون من خمس دقائق إلى عشر دقائق تقريبا المعادلات مش كتير مهم إنكم تعرفوها وبرضو رحيتكرر معكم لوكاس لقدام وبرضو بدياكم تعرفوا إنه موين المعلومة كانت إنه إشي عن آيزو بروبيل آه آيزو بروبيل برضو مع إنه ثنائي يعني هيك بيكون سي أو أتش تمام هيك سي وهون سي آه هذا أنا بعتبره ثنائي بسبب إنه هاي الألفة كاربون عند رتبط فيها كربون كربون تمام ولكن هذا ممكن إنه بسرعة إنه يتبخر فبالتالي ممكن إنكم يعني يتطاير فإنكم ما بتميزوا إنه صار طولير أو إشي فهمتوا كيف فممكن يتداور اللذي هنكم إنه لأ يعني هذا مو إنه ثنائي فبالغالب ما بتجيب لكم إشي زي هيك بتجيب لكم إشي تميزوا حكينا مع التيرشري عالسريع بيفصل تولير آه والريت أوف الرياكشن التيرشري أسرع إشي بعدين السكندري بعدين البرايمري آه إش كمان كنت بدي أحكي إنه آه إشي عن آه أنا شو أنا أو شو يعني بهمني من كل التفاعل أو ليش هو فصل لأنه فصل أنا عندي إلكترون والدوناتينج جروب تمام بالتالي رح تستبدل الو أتش هاي رح تستبدل بالسي الهاي فبالتالي رح يصير الناتج عندكم اللي هو آه آه يعني بصير عندك الناتج سي أتش ثري سي أتش سي أتش ثري وهون بدل الو أتش بتيجي السي ألف فبالتالي لوكاس إذا استخداماته يأما أميز براي مري سي كان تير شري أو إني أعرف إذا صار عندي الكل هلايد أو ما صار فهمتو كيف الكل هلايد هو إذن سولي بال ووتر بالتالي هو اللي بيفصل لتول يارف فهمتو كيف كيف كنت بدي أحكي لكم إشي بالنسبة لل في عدة أسد ممكن أن تستخدموها بهذا اللاب رح تستخدموا أسد باودر تمام باللابات جاي رح تستخدموا كاربوكسيليك أسد قوية فبالتالي رح تكون سائلة المهم هلا لما تحطوها بتسخنوه تمام لما تسخنوه رح يطلع معكم تقريبا هيك إشي أبيض أو يعني زي إنه تيربيديتي أبيض تمام فبالتالي هذا التيربيدي لما يعني التجربة عبارة إنكم تحطوا الكاربوكسيليك أسد والالكوهول في تستيوب بعدين تحطوه في ووتر باث وتسخنوا هذا الووتر باث ماشي وتكونوا ببيكر برا يعني برا هذا كل شي اللي عملتوا ببيكر هيك حطين تقريبا عشرين مل من الماء تمام عشان شايفين لما الإشي اللي سخنتوا بصير تيربيديتي أبيض فهذا تيربيديتي صعب إنه ينزل تقريبا ينزل منه جزء ولكن فيه جزء صعب ينزل المهم لما تطلعو ترجعو بالعشرين مل من الماء تمام فبالتالي لما تطلعو بالعشرين ملي من الماء ممكن أن يظل عالق فيه عادي ترجعو وضيف عليه مي ويتحرك التستيوب وترجعو الديرو ولكن إحنا ليش منديرو بعشرين مل من الماء عشان نشمو يعني نشم الرائحة اللي بعطيني إياها هي رائحة مميزة بحكو عنها ولكن بأول لا برح تشموها رائحة خال حرفيا فبس عشان إنكم ترجعو تشمو الإشي اللي فيو بس نغطيكم العافية